لا يشمل نزحين من أوكرانيا النمسا تقرر فرض العمل الإزامي على طالب اللجوء وزير الداخلية اللي هو قال حتى يمكن إدماج اللاجئين في المجتمع النمساوي يجب عليهم تعلم بعض أو هم حددوا لهم بعض الأعمال لابد القيام بيها وإن كان الموضوع لا ينطبق على اللاجئين من أوكرانيا بالضبط طبعا النمسا في الأمس كان عندي لقاء هام جدا على قناة سورة تيفي بهذا الشيء واليوم سنعيد ما قيل بشكل أو بآخر لمشاهدين الأعزاء على النمسا ميديا طبعا وزير الداخلية ووزيرة الاندماج سوزانا راب قالوا أنه سيفرض العمل الإلزامي على طالبي اللجوء كل من هو في حالة طالبي اللجوء قبل الحصول على الإقامة بشأن اللي عم يسمعني يعرف الفرق قبل الحصول على إقامة طالبي اللجوء يعني على الكرت الأبيض ما يقال له على الكرت الأبيض فالمازال على هذه الحالة وزارة الداخلية ستفرض عليه عمل إلزامي هذا طبعا ليس هذا الكلام مجتمع بس هو عمل مجتمع عمل مجتمع بالضبط فبالتالي الذي يرفض هذا العمل هو بيأخذ طالب اللجوء بالشهر بيأخذ مبلغ 40 يورو يعني تخيل يا أستاذ منضوح الرهان على 40 يورو شوف المشكلة وين الرهان على 40 يورو اللي ما بيشتغل بيأطعوا له نصة بيأخذوا 20 يورو بيأطوا 20 يورو يعني صراحة يعني يعني هي مشكلة القوانين محتاجة مراجعة بجد الإفلاس الإفلاس الذي وصل إليه حزب الشعب صراحة إفلاس مريب جدا الرهان وهذه التصريحات وهذه القوانين الخاوية التي فعليا ليس لها أي قيمة بصراحة يعني يعني ويخرج علينا وزير الداخلية كل يوم بشكل مختلف يعني طبعا الموضوع العمل هذا ملحق ببطاقة برضو أيضا بطاقة بطاقة دفع تجريبية بطاقة تجريبية يعني حتى الطالبين لجورو يحطون بطاقة إلكترونية وبناء عليها يحصلوا على بس التجريبة دي يمكن وعندنا في النمسا السفلة هي بدأت من النمسا السفلة ولكن قابلة لأن توصل باقي يعني على النمسا طبعا الأهم بهذا الموضوع استاذ ممدوح موضوع هي أنه حيكون في دورة قيم دورة قيم يجب عليهم يعني الحضور لدورة إلزامية يخضع جميع طالبين لجوء لدورة إلزامية اعتبارا من الأول من يونيو تهدف إلى تعليمهم القيم والمبادئ الأساسية لحياة في النمسا مثل ضرورة فصل النفايات واحترام قوانين البلاد فبالتالي هذا أنا برأيي صراحة هاي دورة هامة بتخليهم بتخليهم يفهموا هذا البلد فعلا كيف ماشي لأنه فعلا بالفترة الأخيرة صار في كتير تجاوزات صار في كتير إساءة فهم صار في كتير ناس جايين من بيئات بدائية بيئات غير متطورة إن كانت مخيمات اللجوء أو بمناطق سورية معينة هاي بمناطق بدائية يعني يعني ما عندهم ألف باء حياة المدن فدخلوا بفوض خاصة لللي جاءوا على فيينا وصاروا يخربشوا على الحطاب ويعملوا كتير مشاكل وكذا طبعا هذا شيء إيجابي طبعا هذا شيء إيجابي هذا شيء ممتاز جدا بالعكس هاي خطوة جيدة إنه جيبوهم من أول يوم بدخلوا علموهم القواني طبعا هاي دورات ستكون باللغة الأم يعني العربي بالعربي والكردي بالكردي والأفغاني والأفغاني كذا كذا وما إلى ذلك يعني فهذا شيء ضروري جدا أنا برأيي ولازم إنه الكل يخضع له ولازم يكون فيه تعاون كتير كبير وهذا الشيء المهم اللي ممكن حزب الشعب يشتغل عليه مو يراهنوا الناس على أربعين يورو هلأ فيه جانب فينا نعتبره إلى حد ما إيجابي إنه اللي بيشتغل رح ياخد يورو نصف على الساعة إضافية يعني فوق المبلغ اللي بياخدوه فيعني ممكن هاي طالبين لجوء يحسنوا دخلهم يعني بشكل بياخر وموضوع البطاقة ده برضونا شايفوا يعني هي أربعين يورو ممضوع يا أربعين يورو أستاذ يعني على شو بدل يحكي أحيانا أحيانا برضو فيه يعني الموضوع لما يبقى موضوع إيجابي من الكل ده تجريبي أكيد بعدما التجربة تنجح لما يجيوا يعملوا عملية تعميم لها أكيد هتلاقي يعني هتظهر عملية التجربة المساوئ بتاعتها فلما يجي يعممها من مقاطعة لمقاطعة أكيد هيلجأ الحاجة تانية تعزز من قيمة البطاقة التجربية بحيث أنها تبقى أداة للدفع لجميع اللاجئين نعم نعم بس النقطة السلبية ساذة أبدو حبل مانتين لخبر آخر هي الحالة التمييزية الموجودة بهذا القلوم طبعا يعني لماذا لماذا لا تفرض على النازحين الأوكرانيين والله أيضا هم فعليا عاطلين بس انت برد قلتها يعني من بدل أن المناطق اللاجئين منها لا لا أنا بحكي على العمل أنا بحكي على العمل أنا ما بحكي على الدورة التدريبية أنا بحكي على العمل أنه الأوكرانيين لا يفرض عليهم هذا العمل طبعا الأوكرانيين نحن بشأن نكون دقيقين لهم حالة لجوء خاصة يعني لا يعتبروا اللاجئين هم ضمن مصطلح النازحين نازحين من الحروب بسبب الحرب الموجودة في بلادهم من خلال بحكم أنهم يعني برضو على حدود أوروبا بس هذا الشيء يعتبر تمييزي طب لماذا لماذا يميز اللاجئ غير الأوكراني عن اللاجئ الأوكراني فبالتالي هذا القانون أنا أعتقد أنه سيصطدم بأولى بأول المحاكم الحقوقية وما إلى ذلك والأوروبية وسيتم إلغاءه بشكل أو بآخر حسب اعتقالي شكرا